اليوم هو أول أيام عيد الفطر مشاهدين كل عام وأنتم بألف خير اتفقت كل الدول العربية على رؤية هلال الأول من شوال يوم الخميس وقد رأوه على أنه يوم الخميس أي أن أول أيام عيد الفطر يوم الخميس فمعظم الدول استطلعت هلال شوال يوم الثلاثاء الماضي وتعذرت رؤيتها فأعلنت كل الدول العربية بأن يوم الأربعاء هو المتمم شهر رمضان والخميس هو أول أيام عيد الفطر بخلاف أصحاب المذاب الشيعي في العراق الذين سيحتفلون بالعيد غدا السنغال والنيجر وساحل العاج ومالي أربع دول أفريقية أكدت رؤية هلال شوال يوم الثلاثاء وأعلنت الأربعاء أنه أول أيام العيد تونس هنا كباقي الدول العربية يحتفل المسلمون بها أو بأول أيام عيد الفطر لأنه اليوم ولكن الداعية الإسلامية التونسي محمد الهنتاتي كان له رأي مخالف عن العالم العربي وعن بلده تونس فقرر إعلان ذلك في بث مباشر فجر الأربعاء المتمم لشهر رمضان إعلان قد ثبتت رؤيته الليلة في وقت متأخر من الليل في أربع دول إسلامية إفريقية وهذه الدول هي النيجر ومالي والسنغال وليبيا ولذلك يكون اليوم الإربعاء بإذن الله تعالى اليوم الإربعاء هو يوم عيد الفطر والفاتح من شوال لسنة 1442 هجرية وأن صيام يوم العيد يحرموه الهنتاتي خالف مفتي الجمهورية تونسية عثمان بطيخ وقرر التأكيد على ذلك مع أذان الفجر حيث ينقطع المسلمون حينها عن الطعام لبدء صيامهم هذا الأذان قد أذن وهذا الماء هذا الماء بسم الله الرحمن الرحيم هذا أذان الفجر يذن الآن اليوم عيد ومن سنن يوم العيد أن تفتر بعد الفجر وقبل الخروج إلى صلاة العيد بسم الله الرحمن الرحيم فيديو الهنتاتي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي أسامة يقول من أراد أن يفتر فليفتر دون إظهار ذلك بين الناس لكي لا تحصل الفتنة عبد الرحمن بن علي يوسف يقول بإمكانه الإفطار في أي يوم لا يستطيع أحد منع غيره من الإفطار ولو من صنبول الحمام أفطر أو صم ماذا يهمنا في أمرك طلب شهرة وإثارة بلبلة وأنتم تساعدونه لتحقيق غايته هالون يقول في تغريدتها أو تقول في تغريدتها هذا يسمى بهتان الإفطار يكون في يوم واحد لجميع المسلمين مواب يقول غلطوك يا شيخ يا شيخ غلطوك يا شيخ ليبيا عيدها بالخميس وأربعة عشر دولة عربية أخرى عصام اليوسف يقول يا شيخ أنا باش نعدل بيناتكم انت وبطيخ مفتي الجمهورية وباش نصو نصف نهار هذه ليست المرة الأولى للهنتات التي يخالف فيها بلده بإفطار آخر أيام رمضان فالعام الماضي فعل نفس الشيء وإذا كنا من الأحياء ربما يظهر على شاشتنا في السنة القادمة وأتمنى حين ذاك أن تكون هذه الشاشة قد تبدلت شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها